أقامت مؤسسة حياة كريمة عدة مشاريع في برج العرب الأسكندرية لخدمة أهالي المنطقة ومن بينها إقامة محطة معالجة للصرف الصحي هذا وتعد المحطة سونئية التشغيل وهي مجهزة لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في مياه الشرب كما تم استكمال حوالي 75% من الأعمال الإنشائية حتى الآن المحطة بتخدم بقارة برج العرب الأديم وبهيج محطة على مساحة 62 ألف متر مربع ما يعادل إلى 15 رفدان المحطة سونئية ومجهزة أنها تبقى سلسية تعلاج الماء بتاع الصرف الصحي تبقى جهزة لمية الشرب محطة مكونة من 26 منشأ أربعة إداريين والبقاء كلهم خزانات تم الاستكمال من أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية نشكر طبعاً للمبادرة ونتمنى من المبادرة أنها تنشئ مشروعات أكثر وأكثر تخدم أحلي برج العرب